السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد في عمل لقطة فوتوغرافية فاين ارت تم طلب هذه اللوحة بالذات مني عنوان اللوحة The Tree هتكلم عن فاين ارت شنو فرق عن الفوتوغراف العادي شنو فرق عن الريتوج حسب الفيديوهات الجاية ان شاء الله نبدي بالموضوع راح تشاهدون هذه اللقطة النهائية في الحقيقة بداية هذه اللقطة راح نشوفوا هنا الخطوات والتفصيل هذه اللقطة النهائية بدينا من مربع فارغ تماما وانتهينا بهذه اللقطة الفاين ارت يعتمد على الفكرة يعني اساس الفاين ارت هو الفكرة وليس التكنيك التكنيك يجي كعامل مساعد الها لكن راح نشوف التكوين واهم شي بالتكوين في فاين ارت هو البساطة يجب ان يكون التكوين بسيط جدا وغير مشتت للعين اه ملاحظة ثانية ايضا انه اه الاطار المربع سكوير فريمي التكوين راح يتركز من نص عكس اللقطات اللي يصير اللقطة مستطيلة التكوين معنته الكتلة الاساسية يصير وسطية والكتلة الاخرى تتوزع حسب اه الزوايا الاخرى فهكذا اطار الاطار المربع دائما يحبث ان يكون التكوين الرئيسي والكتلة الرئيسية وسطية تجد بالعين بشكل مباشر تتكون اذا تشوفون اللقطة من الشجرة الاساسية بعض البالونات الشجرة يابسة طبعا والبالونات اللي متصلة بيها لكنه مرتفعة الى الاعلى وظل خفيف للشجرة المربع ليس ابيض بشكل كامل هاي نقطة كلش مهمة لكن نلاحظ انه الجزء العلوي اكثر اه غامق اكثر من الجزء السفلي حتى يطي انطباع الوجود ارضية ووجود خلفية اه بدأنا من السكوير المربع بدأنا به خلينا طبقة اولى حتى ما تكون اللقطة اه بيضة بالطبع خاصة الابيض غير صحيح لانه واحد يطلع الورقة فارغة بدون حبر لكنه نطي بها درجة تون لوني بسيط بعدين نخلي black and white ايش ايدة الرجل لوني تقدر تخليه الطبقة الثانية اه خليتنا التدرج اللوني من الفاتح جدا بشكل دائري الى الغامض بشكل متدرج وبنفس الوقت تم مسح طبقة السفلة راح نجربها بشكل كامل مسح الطبقة السفلة حتى يطي هذا النوع هنا الطبقة هاي هي الشجرة الاساسية وهي برش فرشة جاهزة هذه الشجرة انت تقدر تسوي البرش بشكل سهل جدا كثير من البرش الموجودة تقدر تسويه انت من صورك الخاصة اضاف الظل بسيط اذا اه ديجيتال اارت عم بريق الرسم ينضاف استخدمنا الصورة هاي موجودة في الاستوديو الصورة استخدمناها للبالون اه تطعنا نسخة البالون الوحدها فقط من هذه النسخة ماذا تشوف تم انتاج ادد نسخ منفصلة راح نشوفكها بتفصيل اكثر هذه هي طبقة البالون متكونة اه من هذه لير يعني اه غروب متكامل هذا غروب كله متكون من الخيوط هذه الخيوط اذا شوفها صناها لانه اه الخيط الاساسي من الصغرة ما يطلع اه شيء ما يطلع واضح بل شيء بعد فخلينا فرق ما بين الكتلة الرئيسية للبالونة جسم البالونة وبين الخيط معنتها وزعناها وصونا بها تغيرات بالشدة بالحجيم وايضا جسم البالون كل بالونة اضطيناها عن طريق الترانسفور شكل مختلف عن البالونة الثانية حتى تكون هذه الاشكال وبنفس الوقت اه كل ما تبتعد المنظر عن العين عن المكان الوقوف كل ما تبتعد اكثر كل ما اه تقل الكنتراست تقل تباين الضوئي اه ولذلك الضلال والهايلايت ايضا الضوء المنعكس على الاتسام يكون اخفت حتى يطيء اه احساس بالبعد وكنه ضبابية هذي ايضا نتاج اليه اه طبقة بلاك ويت كاملة حتى ناخر التون الخلفي من الممكن اصلا انه تخلي انت التون الاساسي هو رصاصي فاتح حبيت ابدي بلون معين فاتح هذه هي الطبقة النهائية هذه الخطوات وهذه النتيجة اه العمل يكون حقيقة بسيط وليس اه معقد اه اعتقد ما راح ندخل في تفاصيل عمل كل نقطة من هذه النقاط كلش بسيطة حقيقة هذه العملية اللي جيها بالتسلسل من جديد التسلسل الجديد نبدأ بمربع square file new background white نبدأ 2000 مثلا في 2000 pixels مربع هذا مربع بسيط نفس اللي استخدمناه احنا نضيف طبقة من هذه المقاط هذه الطبقة نمليها نمليها ب درجة فاتحة جدا اي لون تقدر تختارها لكن اهم شيء مول ابيض الصافي تماما وممكن تتحكم الطريقة بشكل لاحق هذه الطبقة الاولى ننتج طبقة ثانية هذه الطبقة الثانية هنقليها تدرج gradient tools بشكل دائري نتأكد انه من الابيض الى الاسود from black to white انا حاليا جاي استخدم الماوس دائما استخدم الواكم تابلت يعني استخدام digital pane القلم الالكتروني تكون اسهل لكن اغلب المصورين حاليا يستخدمون الماوس فايضا راح يستخدم الماوس بالموضوع هذا من وسط اللوحة تدرج راح تشوف الاشكال الجاي تصير احنا نريد هيا لا عفوا انه دائرية هذا هي والدائرية بشكل كامل هذا التدرج الجاي جاي سال عندي اقدر اتأكد انه هاي الظلالة تقدر تتحكم بيها بطريقيا ياما تزود تزود المسار راح تشوف الفواته لان ما اصلا هي نفس المسار وتخفف الاوباسيتي مالته اعتقد هاتش هذا مقبول نستخدم الان فرشة بسيطة هاي مجموعة فرشة هذة انا نسويها الغيوم كذا ومرتبها بشكل اسماء حتى سهولة الحصول عليها نستخدم فرشة صوفت نعمة جدا الهاردنس صفر اخليه احتماع بي زوايا واكبر نتحكم بالسيز من البركت كي الاسهم المربعة اه اعطيه ماسك نقدر نسوي بالاريزر ايضا نفس الشي لكن بالماسك انا احتسب اندي تحكم اكثر ندوس اكس نغير خلي الخلفية لادم للونين الموجودين هاللون اسود ايضا حتى ترسم اسود على الماسك من ترسم اسود على الماسك راح تختفي هذه اللقطة حسب الاسود تظهر مكان الاسود اللقطة الاسفلها الان احنا صوفت برش فاشوف انه صار عندي مجالين ثانين لكنه لاحظت انه عندي اسفل اللوحة صار عندي برايتنس اكثر فهذه بكل بساطة ندوس كتر الال يظهر عندنا مستويات نقدر نطوق حسب اللي اريده اني هذا اعتقد مكان جيد صار عندي الان اساسيات شوفوا بدينا من مربع اضفنا طبقة بسيطة فل بعدين خلينا مكان حتى يصير عندي فينيت بالاطراف يكون العين تنجذب مباشرة نحو النقطة البرائتنس الان نقدر بالمناسبة كل واحدة نقدر نشغلها في لير منفصل لير منفصل الان كنترول نختار ذاني الطبقات اثنيا كترول جي صار عندي جروب نقدر نسميه الخلفية هذا هو البراغ الاساسي اللي صار عندي طبقة هذي راح نخليها للبرش الرئيسي تقدر تختار هذه مجموعة من الغيوم مجموعة من العجار ان شاء الله نقدر نسألكم درس كيف تعمل برش اليك فرشة انت من صورك تقدر تستخدمها وتخليها اذا عجبتنا شجرة معينة مثلا نختار هذه الشجرة نختار اللون الاسود هذي ترجع لك الالوان الاساسي المدودري والاسود والابيض هذي تختار طبقة تريدة كوترول وتي حتى نقدر نتحكم بعض الاشياء بها الشجرة هنا تضول العروض بعض الاخصان او تختار ممكن وورب تقدر تتحكم بشي معين في هاي الشجرة نقطة نقطة مميزة وعندك مميزة اذا اعجبك اللظر سيطرة أكثر تكون لكنه كل شيء ممكن عمله بالمص نقدر نضيف ظل بسيط نختار اللون الأسود جدا قليل نبدي بي وبعدين نبني الظل أيضا الحبر نستخدمه كمية قليلة نقدر ننور نقدر نخلي شيء تعني soft touch نبدي بي نحن نشوف الظلال بدأت تنبيني لاحظ 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 لاحظوا أنه شيء جريست بها أوراق فنخلي الظلال هنا أقل نستخدم الريزر وأيضا بشكل بسيط جدا وتدريجي يكون شوي واقعية بالموضوع نحن 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 ندريجي يكون شوي واقعية بالموضوع شكرا هذه هي الشجرة الأساسية نقدر نضيف البالونز طبقة جديدة وأضيفها من النسخة الأصلية نحرك 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 نسخة البالون الرئيسي كاترول وتي حتى نصغرها هذه النقطة ترجع لي للأبعاد الرئيسية للعمل هذه النقطة نقدر نفعل أول شي نخلي كاترول نزود كاترول 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 نرم كاترول نزود بشكل اكثر. راح ما اختار الخيط راح نرسم الخيط كاضافة. عن طريق الان صار ادي البالون. هذا البالون اقدر استنسخل. واحد. اثنين. راح نسوي فد اثنين. اذا تحتاج راح نفس الطريقة هتتكرر. راح نشغل احنا واحد. هسمي هذا البالونات. اه ترانسفورم. عفوا قبل ترانسفورم راح يأثر ترانسفورم هذا راح يأثر على كل البالونات راح نختار فقط واحدة ترانسفورم. راح خليه اكبر من الموجود في اللقطة الاساسية. مثلا. نضي اوكي. نخلي الثاني مختفي. طريقة الشكل راح نقدر نغيرها بالفولس. اخر شي. هذه هي البالون الاولى. اضيف طبقة ثانية اسميها الخيط الموجود موجود عندنا. استخدم الفورتشة. صغيرة ونقدر نصغر ونكبر بها ايضا. نضغط الشفت راح يخلي ايه طبعا هذا الخط كبير جدا. نقدر نغير احنا. لكن المنهن سنخليها صغيرة. واحد. وهي ضغط بالشفت راح يطيني. على اعمى. اه. الآن. بشكل بسيط. بالاستخدام الاسهم. واخلي تحت البالونة. هذه البالونة واحد. سوف يكون داخل البالونة بخارجها. اه. اختريني. الاثين بقروب واحد. سمي بالون واحد. بالونة واحد. الان من احركها راح يتحرك الكل سوية. القروب هذا الغير. اللي تخليه يتحرك بشكل كامل. مثلا نختاره. وجوده هنا. احنا نخليه كبير ايضا. اه. تتحكم به. اه. وهكذا لباقي البالونات. لكن حقيقة الان هذا. مثل ما تلاحظ. ما متناسق مع. الشجرة. ما متناسق مع المسافة. وحدي. جدا. اه. كل ما تبتعد الجسم عن المكان التصوير. تقلي الحدة حقيقة. ليس تكونها بهذه الحدة. في راح نشتغل على الموضوع اه هذا. وهو. اه. نضطي. بلور. هذه البالونات واحد. راح. ميرت تاون. راح صارت. الخيط والبالونات صارت شكل واحد. هتكسرير فلتر. بلور. كارتزين بلور. اذا شوف. لا تلاحظ. الفرغ. بلور. اعتقد. اثمانية بالعشرة. بأجبك لكن لازم تضطي بعض البلور. الان. نصغرها. ممكن. وبنفس الوقت. نقلل الكونترات الموجود بيها. نقلل مستوى الاسود ومستوى الابيض تطيني لكن لا تلاحظوا ان هناك بعض الالوان نحن موجودة الان تدرجات لونية بالعادة نختار نضيف التأثير الابيض والاسود يصير اللوحة لدينا بلاك واند وايت قريبة من اللوحة الاصلية تكرر عمل البالونات واضافات بسيطة راح تكون نفس اللوحة ان شاء الله تستفادون من هذا الدرس واي ملاحظة اي سؤال ممكن تنزلوا برسالة او بتعليق على اليوتيوب او على الفيسبوك وان شاء الله نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله وشكرا جزيلا معكم المصور الفوتوغرافي حسن شبور اشتركوا في القناة